إذن إلى هذه الأنباء العاجلة كما يعرض لها الزملاء التأكيدات الصادرة عن المكتب السياسي والتي تقول أن تأكيد أو ثني اغتيال قادة من كتائب القسام مرهون بإعلان قيادة الكتائب أو قيادة الحركة هذا يأتي ردا على ما جرى الإعلان عنه من جانب قوات الاحتلال أو رئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي التي أعلنت وبشكل رسمي اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف في الاستهداف الذي جرى خلال مجزرة مواصي خان يونس في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي وهناك تكذيب للمزاعم الإسرائيلية بشأن الضيف ويؤكدوا أنه بخير هذا كان خلال ساعة مضت عندما جرت تأكيد من أحد أعضاء حركة حماس بأنه لا صحة لهذه الأنباء وقبل كل ذلك عندما كان الثالث عشر من يوليو عندما أعلنت قوات الاحتلال أنها كانت تستهدف قائد لواء خان يونس رفع سلامة وكذلك قائد كتائب القسام محمد الضيف كانت التأكيدات التي أتت من حركة حماس بأن محمد الضيف يستمع إلى الرواية الإسرائيلية في هذه اللحظات مستهزئا بها الآن يأتي أيضا أو تأتي الإشارة بأن الحديث عن التأكيد أو النفي لاستهداف أي من قادة كتائب القسام أو حركة حماس هو مرهون بما تعلنه الحركة بنفسها